الله يعظم أنت العظيم قد همنا أنهر عظيم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا أرحم الراحمين أخلص النوايا لله تبارك وتعالى نتكلم بإذن الله على اسم الله المنتقم فمن أسماء الله تعالى المنتقم وهو الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء من الظالمين الله الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا وهو عزيز ذنتقام فالله تعالى قال في القرآن الكريم والله عزيز ذنتقام يعني ربنا تبارك وتعالى ينتقم ينزل العقاب على من شاء في هذه الدنيا وفي الآخرة وكذلك القبر جعل الله تعالى فيه عذابا لما شاء من عباده فالكثار يعزبون في القبر وفي الآخرة أما العصاة فعلى تفصيل في أحوالهم بعضهم يعزب وبعضهم يعفو الله تبارك وتعالى عنه ويقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فالله نزل عقوبات على بعض الأمم أخبرنا بها في القرآن الكريم على من شاء من الظالمين الذين صدوا عن سبيل الله منعوا الناس من دينه وقاتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى وأولياءه وقاتلوا المسلمين وتولوا وسعوا في الأرض مفسدين هؤلاء الجبابر على مر الأزمان الله تبارك وتعالى أخبرنا كيف أصمهم ورد كيدهم ونزل عليهم العقابة فمثلا قوم نوح نزل عليهم عقاب الطوفان نبعت المياه من الأرض ونزلت مياه من السماء وكانوا من المغرقين ما آمنوا بنوح كفروا بالله دعا نوح إلى الإسلام تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعو للإسلام ما آمن إلا القليل سيدنا هود أرسل في قوم عاد الله أرسل جبريل فقلب قراهم وأهلكهم فإذن العقوبة تنزل على الظالمين على من شاء الله تعالى في الدنيا ويستحق العقابة في الآخرة ولذلك روى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده إذن هذه الدعوات يعني من الدعوات المستجابات أولا دعوة المظلوم كن ممن لا يظلم الناس لا يكون في رقابتك للناس تبعات تحلل الآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن تحلل من التبعات قال عليه الصلاة والسلام من كان لأخيه عليه مظومة فليتحلله من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم الآن تستطيع أن تعالج أمرك بالتوبة وترجع الحقوق إلى أهلها أما في الآخرة حسنات وسيئات ومن الدعوات المستجابة دعوة المسافر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من أصحابه أن يدعو له مع أنه سيد الناس وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وكذلك دعوة الوالد لولده وفي بعض الروايات على ولده إذا الإنسان كان قد ظلم أبويه أو واحدا منهما هذا إذا دعا عليه على الولد الله يستجيب وينتقم من هذا الولد لذلك عليكم ببر الوالدين إياكم والعقوق العقوق مهلك العقوق فيه ظلمات نسأل الله تعالى السلامة إذن المظلوم إذا دعا على ظالمه فدعاؤه مستجاب بمشيئة الله تبارك وتعالى الله المنتقم الذي انتقم ممن كفر بأنبياء الله بعض الناس كذبوا أنبياء الله بعض الناس كما قلت لكم عبدوا أوثانا أصنام خمسة عبدوها من دون الله في زمن نوح ويجتمونه ويضربونه ما آمن معه إلا ثمانين حتى الكفار الذين كانوا أخبره الله أنه إن جاءتهم ذرية كذلك هؤلاء الأطفال سيطلعون كفارا الله أهلكهم بالغرى أمر الله الأرض فارتفع ماءها أربعين زراعة وأمر السماء فصارت تمطر قطرات كل قطر كالجبل ليس كالعادة اجتمع الماء ماء الأرض وماء السماء فهؤلاء الذين كانوا يسخرون بسيدنا نوح أهلكهم الله واعلم بأن الله منتقم فاجعل تقاة الله مهربك اجعل تقوى الله هي الملجأ والمهرب تلجأ إلى الله تبارك وتعالى بهذا وورد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال انتبهوا هذا الخوف الطبيعي يعني الذي بدون جبن لأن الأنبياء معصومون من الجبن لا يوجد جبناء من الأنبياء إنما كلهم شجعان عليهم السلام كان إذا يعني خاف تكالب الكثار عليه قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم قال العلماء معناه صدهم عنا ادفعهم عنا اكفنا أمورهم يعني أنت تحول بيننا وبينهم هذا معناه ليس معناه الله تعالى يكون حقيقة حل في نحور الكثار إن شاء الله تعالى لا يمس ولا يمس وليس كخلقه فإذا خاف الإنسان من عدو أو غير ذلك فقراءة سورة قريش كما قال بعض العلماء ملّى علي للقارئ رحمه الله كان يقول من كان يخاف عدوا يقرأ سورة قريش لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قال هذا فيه أمان بإذن الله من كل سوء وهذا مجرب والنووي رحمه الله في كتابه الأذكار يقول هو من قول أبي الحسين القزويني يعني الإمام السيد الجليل الفقيه الشافعي المعروف وكان من أهل الكرامات والأحوال الباهرة يقول هذا عن سورة قريش فإذن الله تعالى ينتقم لعباده مما شاء يعني ينتقم لأنبيائه من الظلمة هذا الذي قتل يحيى عليه السلام الله تعالى سلط عليهم بخت نصر جاء بخت نصر وقتل نحو السبعين ألفا من هؤلاء الذين كانوا من أتباع هذا الملك هذا الملك طلب والعياذ بالله تعالى امرأة هي بنت زوجته أراد زواجها فسأل يحيى يحيى عليه السلام نبي الله قال له هذا حرام فهي قالت له إذا قتلته أنا لك فقطع رأسه وجلب له والعياذ بالله تعالى في طص ولكن خرج من هذا الطص شيء من دم سيدنا يحيى بقي يفور حتى بعد ذلك نسأل الله تعالى السلامة حتى بعد ذلك قتل هؤلاء هذا العدد الكبير فهدأت هذه إذن الإنسان يتنبه الظلم ظلمات يوم القيامة فكيف إذا كان قتل نبيا من سب نبيا هذا خرج من الدين شتمه لعنه قذفه قتله حاربه هذا يخرج من الإسلام هذه المرأة التي كانت بنت الزوجة الزوجة التي زينتها لتغري هذا الملك حتى تبقى في الككم انظروا سبحان الخالق العظيم كيف حال هؤلاء الظلام أمرت بقتل نبي من أنبياء الله سيدنا يحيى عليه السلام ابن زكريا وزكريا عليه السلام أيضا قتلوا بني إسرائيل نشاروه بالمنشار انظروا كم صبر أنبياء الله لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمسل فالأمسل يعني يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان الشخص في دينه صلبا اشتد البلاء عليه اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا مثلا تقول أو تقول يا قوي يا متين يا منتقم انتقم من الظالمين هذا من أسرار اسم الله تعالى القوي المتين المنتقم هذه السلاسة من دع الله تعالى بها ينتقم الله تعالى له من الظالمين ثم الظلم أشده الكفر أشده الشرك وهذا أعلى الظلم الله قال والكافرون هم الظالمون يعني بلغوا أعلى مراتب الظلم وأشد أنواع الكفر هو كفر التعطيل هذا الإلحاد يعني الذي ينفي وجود الله بعض الناس يقولون لا إله وبعضهم يقول عبارات أخرى فيها يعني ينفون الإله يقولون لا وجود للإله لا خالق لهذا العالم بزعمهم هؤلاء أشد الكفر يليه في الشدة كفر الوحدة وكفر الحلول هذان نوعان من الكفر ما هو هذا النوع وحدة المطلقة يعتقدون أن الله والعالم شيء واحد أما النوع الثاني فهو الحلول يعتقدون أن الله يحل في العباد أو في بعض مخلوقاته فهذا من أشد الأنواع التي تخرج من الدين نسأو الله السلامة فإذا يسلط الله تعالى من يشاء على ما يشاء في الدنيا ولكن انتبهوا في القبر عذاب أين المفر الكافر ينضغط عليه القبر حتى تختلف أضلاعه في أرض المحشر الكافر يغرق بالعرق في أرض المحشر الناس يكونون في حال ينتظرون ماذا سيصير معهم وماذا سيحصل لهم وفيهم الله تعالى يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه يا عزيز يا الله يا قوي يا متين يا منتقم انتقم من الظالمين الذين يقتلون المسلمين ويظلمونهم بغير حق يا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم